السلام عليكم وعليك السلام الرحمة قولي يا عامل يا شخان عزي استفتر عن حديث كم عمرك أنت؟ أنا عمري 5 صعب ما شاء الله قولي يلا اسألي قال حديث تنكح المرأة لأربعة دينها وجمالها ونسبها ومالها صح؟ لجمالها ومالها ودينها فاضفر بذات الدين صح؟ صح طيب أنا أبغاد ترسل رسالة لأحلي لأنهم كلما يشوفون جاس يقولون يعني يشفقون يلي يشيدني ويقولوا الله يعيني يلي يأخذي وكمان الطب هو ما يبغاد أحد يشي تألمها يعني دخلت المطبخ وأخذ هذه ودخلت هذه وخلطت هذه يطلع مكون يتأكد ما يحتاج أخذ صبور وقلم صح أقلعتين صح صحيح طيب يلا تكلم قل لهم وأنا أقصر ما أتطور سيلا أقولها لا تشير يخبرونها تنفس هو لا شوف الجمهور أهل العلم جمهور أهل العلم الشافعي ومالك وابو حنيفة قالوا ليس من واجبات المرأة إعداد الطعام لزوجها إلا الإمام أحمد طيب قالوا هذا من إحسان المرأة هذا من إحسان المرأة لأن سابقا ليه هذه الفتوى كان موجودة لأن سابقا كان الرجل عنده جواري يعني وظيفة المرأة تجلس معززة مكرمة وعند الجارية تخدمها لكن هذا الأمر هذا يختلف بحال الرجل يعني لا يعق الرجل فقير مسكين ما يقدر يأتي بخادمة أو يعني يدلع زوجتها تقول له والله أنا على مذهب الإمام الشافعي ما كذا يعني ما يصير ليه يطلب منها ماء ويقول أنا ليس من واجباتي أطلب الطعام ليس من واجباتي هذا ما يصير لأن الأصل إذا أمرته إذا أمرها أطاعت إذا أمرها لو سمحتي ماء لو سمحتي كذا أطاعت علمت إختي فهو هذا في النهاية الزواج منفع متبادل كما هو يخرج يعمل يتعب ويؤمن العيش الكريم كذلك الزوجة إذا جاء قال الله لتسكنوا إليها يعني ما كان السكينة وكذا فأنت يوم تتعلمين الطبخ بعدك مستعج إلى عمر 15 سنة إذا مو بعشان زوجك عشان العيال اللي باكر بتخل فيهم أول أمين